قبل عودتهم إلى البيت يفضل عبد الرحمن قداء وقت في هذا المركز العلاجي للعب مع ابنه زكريا ذي الأربع سنوات الذي يعاني اضطرابات طيف التوحد وضع صعب تحمل لكن بكثير من الصبر يحاول عبد الرحمن مواجهة حالة ابنه والتخفيف من مضاعفاتها نحن نعاني كأولياء ومدى بنا يدرون مراكز مختصة لأطفال التوحد حالة زكريا من بين العشرات من حالات التوحد التي يتكفل بها القسم النفس البداغوجي في مركز شراغة شرق العاصمة وهو ثاني مركز متخصص في المدينة الأسباب ظهور التوحد ليش ظهرها والإحسائيات هنا في المستشفى عندي 400 حالة في مدة عام يعني حالة واحدة كل يوم وقصد تحسين مستوى التكفل بالمرضى أطلقت الجزائر خطة حكومية تعتمد على التكوين المتخصص لكل الفاعلين بالتنسيق مع وزارات الصحة والتضامن والأسرة والتعليم والتشغيل والعمل والاتصال والتعليم العلي فضلا عن إنشاء مراكز متخصصة ومتطورة لتسريع التشخيص المبكر والتكفل بالمريض بدءا من ولادته ومرافقة طوال حياته فضلا عن تكوين الأسر والجمعيات وتشجيع البحث العلمي للتعرف أكثر على العوامل المتسببة في مرضي اطرابات طيف التوحد هذه الخطة ستتركز على خمس مراكز مختصة في خمس مدن من الجزائر حالة هذه تطلب جد متعدد القطاعات وكذلك متعدد الاختصاصات كما تستعين الخطة الحكومية بخبرات دولية من مختصين لتبدل أحدث البيانات وآليات المعالجة لشبح التوحد يجب التشخيص التوحد قبل خمس سنوات من الولادة كما يمكن التشخيص الحالات خلال العام الأول أو الثاني لكن هذا لا يكون مؤكداً كما يجب تطبيق الخبرات الدولية وأيضاً وضع برنامج تعاون مع مختلف الفاعلين وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى معدل انتشار اطرابات طيف التوحد الذي يتراوح ما بين الثلاثين والستين حالة لكل عشرة آلاف نسمة في حين تسجل الجزائر أزيد من عشرة آلاف إصابة جديدة كل عام أمام تحديات التزايد المستمر لحالات طربات طيف التوحد في الجزائر بات ضرورياً إذن مراجعة آلية المعالجة ليصبح التوحد حسب الخطة الحكومية على سلم أولوياتها قصد ضمان التشخيص المبكر والتكفل النفسي والطربوي للأطفال ولأسرهم محمد جرادة الحرة الجزائر